وكمان انا عايز اكمل معاكم في الكلام على مسألة الناس اللي بيشتغلوا بيحاولوا يحصلوا على مصالح باسم الدين ممكن الشخص دوت يكون هو بيتعامل مع الناس وطول الوقت بيصدر لهم صورة معينة عشان يبقى اي كلام بتاعه مقبول واي كلام بتاعه منسوب الى ده واحنا كمان لازم يكون واضحين جدا جدا فيه ناس كتيرة بيستخدموا ده ويحولوا المسائل دي الى اشكال من اشكال النصب زي الناس اللي بتحاول تعمل الكلام دوت وتحاول تنشر حاجة زي مسألة العلاج من السحر والعلاج من الحسد ويعملوا حالة كبيرة جدا جدا من الخرافة في حياة الناس يا سيد احنا لابد ان احنا نتبه بشكل صحيح احنا الذكر جاي عشان يعقد الصلة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى وهو له تأثير نعم ولكن بمقدار وصل العبد بربي سبحانه وتعالى مش بمقدار ان الانسان يحس ان حياته بقت عرضة لاي حد يعبس بيها احنا كمان عايزين يبقى عندنا وعي ونقاوم كل هذه الاشكال من الاشكال التلاعب بالدين والحصول على مصالح من خلال بعض المفاهيم التي تروج وبعض الناس يجوا وياخدوا بعض الالفاظ الموجودة في الشرع الشريف وانتوا هتنكروا ان فيه نوع من انواع الحسد من شر حاسد اذا حسد يقول لك اهو انتوا هتنكروا الموجود في الدين ده شكل كمان من اشكال استغلال الدين وشكل من الاشكال كمان صناعة ودايما نقول للناس اللي هيعمل دين موازي بيعمل للناس حياة موازلة حياة وهمية كده ما فيهاش حقيقة حياة تاخد الانسان مش قريب من ربنا هتاخد الانسان بعيدة عن ربنا ولذلك احنا لابد ان احنا نكون واضحين ان التدين الموازي ده مش بس بيفسد حياة الناس بس ده بيفسد حياتهم واخرتهم زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال قل ان صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ده كمان بيمنع عننا كمان الوصل بالله سبحانه وتعالى خلوا بالكم من اللي بيسرقوا حياتنا وبيسرقوا دينا من خلال الدين الموازي